موسيقى أهلا أعزاء المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور بصلي إلى الله من كل قلبي أنك تتبارك اليوم من خلال أجزاء وفقرات هذه الحلقة اليوم حديثنا كتير كتير مهم عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات أسميه الموضوع القديم الحديث اللي ما زال يتداول حتى يومنا هذا وهذا السؤال هو عبارة عن سؤال عبر الأجيال والعصور والأزمان الجميع يتساءل هذا السؤال سواء ابتداء من المصريين القدماء الفراعني إلى يومنا هذا من ديانات مختلفة ومتعددة من مذاهب طبعا كثيرة وهذا السؤال هو كيف يتبرر الإنسان قدام الله هذا السؤال طبعا وجه في الكتاب المقدس في سفر أيوب واحد من أصدقاء اسمه بلدد الشوحي وسأل هذا السؤال من هذه الرسالة وطبعا بنعمة الرب رح يكون في رد على هذا السؤال أنا بدعوك أن تبقوا معي في هذه اللحظات رح أعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين مرة تانية برحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليكن نور والسؤال كيف يتبرر الإنسان قدام الله نحن مصرورين جدا تكون معنا ضيفة الحلقة أختنا العزيز الأخت رشا نور أهلا وسهلا أخت رشا أهلا بك أخلا سهلا نحن فرحلين بعد فترة ما شفناك لكن أهلا وسهلا فيك خلينا أسألك رشا سؤال كتير كتير مهم أنت من خلفية إسلامية وطبعا هذا السؤال لا يشمل شخص واحد أو فئة واحدة أو ديانة واحدة لكن تشمل الجميع ولا سيما في الشرق الأوسط شمال أفريقيا أو أي حتى في أي مكان بشهدونا اليوم لما بتسمع كلمة تبرير أو بتسمع كلمة بر أو كلمة تقبار فأنا أو كتير مرات إحنا بنستخدم إصطلاحات لكن يمكن نفس الإصطلاح بتهيأ لكل شخص بيفهمه بطريقة بتختلف فما هو البر سواء لغويا أو في مدلولها يعني كيف بيفهمها المسلم لأنه أنت من خلفية إسلامية وكيف بيفهمها المسيح تفضل أختي الحقيقة البر إسلاميا مختلف تماما عن البر مسيحيا يعني أنا أول معرفة المسيح كان بتقف قدامي بعض الإصطلاحات الموجودة في الكتاب المقدس ودي كانت بتبقى بالنسبة لي عاملة زي التلاصم أنا مش قادر أفهم الكتاب بيتكلم عن إيه وكنت ببالجة أن أنا أروح لحد يشرح لي علشان أو أن أنا أرى كتب فيها شرح أكتر أو أدخل على معاني الكلمات علشان أقدر أفهم الكتاب المقدس بيكلم عن إيه لأن طبعا في بعض الكلمات أو المصطلحات الموجودة في الإسلام أو القرآن أو الحديث أو الفكر الإسلامي عمتا بتختلف معاني بتاعتها عن المصطلحات الموجودة في كتاب المقدس يعني مثلا كلمة البر زي ما حقيقة قلت بتكلم في الإسلام بيكلم جبت المعنى من المعجم ويقصد بكلمة البر في اللغة أي الفضل والخير يعني البر هو الفضل أو الخير من بر يبر برا والبر هو التقي أو الصادق والبر عكس العقوق اللي هو منها بيجي كلمة الإبن العاق أو كده وبر الوالدين أي الإحسان إلى الوالدين والطاعة إليهم والرفق بهم فيه ابن الأثير الكلمة كده البر بالكسري الإحسان ومنه الحديث في بر الوالدين فبالتالي إحنا بنتكلم على كلمة البر في الإسلام هي عبارة عن فضل وخير ورحمة وتقوى وصدق يعني كلها حاجات لها علاقة بالإنسان بيعمل إيه في سلوكه هي تصرفات عملية بتنم عن أنه هو تتكلم أكتر عن السلوكيات يا بتتكلم على السلوك مسيحيا دي الحاجة بقى اللي هي سجئتني طبعا أكيد تختلف جزريا طبعا لما أنا ابتديت النهارة الكتاب المقدس فيتكلم على البر في كتاب لقيت أن مسيحيا التعريف بتاع البر اللي هو بلا لوم كأنه بلا خطيئة أو كأنه لم يفعل خطيئة فهي حدة البر مسيحيا أن واحد عنده خطيئة عمل إثم عمل زنوب لكن هذا الشخص يعتبر بلا لوم كأنه بلا لوم يبرر فهي الفكرة مختلفة تماما يعني لاحظت برضو في الكتاب المقدس أنه فيه كلمتين لبر في اليوناني فيه كلمة طبعا أنا يعني هقول الكلمة اليونانية وطبعا تقدر تصلح لي لو أنا بنطقة غلط لأن أنا درست اليوناني مش في الفصل لكن درسته أونلاين فبالتالي لابد أتعلم نقط اللغة اليونانية لكن اتعلمت اللغة اليونانية دي كيو سيني أو دي كيو سيني دي بيقصد بيها البر بالمفهوم المجرد أو المفهوم المقامي أو المفهوم قدام الله أو مكانتي يعني إيه بكل بساطة البر اللي هنا بيكلم عنه كلمة دهيات في اللغة اليونانية هي عبارة عن أننا إنسان خاطئ إنسان عندي أثام عندي معاصي بارتكب خطايا وواحد إنسان بلا خطية ده أخذ مكاني فأنا بقيت بار وهو بقى وهو بقى اللي محكوم عليه بوجرة الخطية ده فهو البر المقامي هو مقامي أنا قدام الله عشان كده ما بنيجي كان يفسروا الحتة دهيات كتير من المفسرين يقولوا إن البر ده عمل إيه؟ يعني إيه الإنسان يتبرر من خلال عمل المسيح؟ إن المسيح أما بنيجي نقبله من خلال إن أنا باجي بتوبة أمام الصليب وأقول له يا رب أنا بسلمك حياتي أو بسلمك قلبي أو عايزك بقبل عمل الصليب وبقبل إنك أنت دفعت أجرة الخطية عني فبيعمل إيه؟ إن أنا بتغفر لي خطيتي وبيلبسني كمان يعني بلبس رداء البر وثوب الخلاص فبيقف المسيح ما بيني وما بين الله الله يراني من خلال المسيح فيرى بر المسيح قداسة المسيح إنه بلا لوم وبلا خطية وأنا ببقى مستخبية فيه وهي دي فكرة كلمة البر اللي هو البر المقامي اللي هو مقامي أنا أمام الله إن أنا ببقى كأني بلا خطية لكن فيه كلمة تانية برضو يونانية موجودة في الكتاب المقدس اللي هي بيكلم اللي هي ديكيوما دي بيقصد بها البر بالمفهوم العملي يعني إيه؟ داياكوما داياكوما اللي هي عمل البر يعني إيه؟ الحتة بقى اللي بيكلم عنها الإسلام إحنا تكلمنا الإسلام بيكلم على إن البر هو الفضل والخير والصدق والبر الوالدين والإحسان والطاعة والأمور دا هيا فهي دي اللي هي أعمال البر اللي بيصنحها المسلم إحنا عندنا نوعين من البر هو عنده نوع واحد بس إحنا عندنا نوع بيتعامل معايا في سلوكي العملي كل يوم وفي نوع تاني بيتعامل الله معايا أنا شخصيا يعني فيه نوع أفقي وفيه نوع رأسي النوع الرأسي مني لله أو من الله لي لأنه هو اللي بيبادر والنوع الأفقي اللي هو إزاي أنا بسلك في حياتي اليومية النوعين دول أنا عايزة أقول حتة مهمة جدا إن أنا أما بؤمن بالرب يسوع في إني أأخذ بره وبيتنسب لي وببقى بره فالإيمان بالمسيح يبررني نعم فأنا عن طريق الإيمان يعني بواسطة الإيمان من خلال الإيمان أنا بأصير بره أمام الله يعني مش بس الله يقدم لي فأنا لازم أقبل أنا كمان عن طريق إيه؟ عن طريق الإيمان وبرضو ده موجود هتلاقيه في في روميا 1-17 أنا عندي روميا 1-17 آية مفتاحية وهي أصلا مفتاح لرسالة روميا روميا 1-17 رسالة كل رسالة روميا بتتكلم على التبرير بالفكر المسيحي اللي هو كامل مش فكر ناقص بيقدمه الإسلام الآية بتقول لأني لست أستحي بإنجل المسيح لأن قوة الله للخلاص لكل من يؤمن وبعدين يقول لأني فيه معلم بر الله بإيمان لإيمان لإيمان بإيمان أنا بستقبل به بر الله رأسيا لإيمان أنا بس لكفيه عمليا كما هو مكتوب البار اللي هو تبرر رأسيا بالإيمان يحيى يعني يحيى حياة البر العملي ودي طبعا بتفسر لنا آيات كثيرة جدا سواء كانت في آفاسوس أو بتفسر الآيات اللي موجودة في رسالة يعقوب وغيرها من الأسئلة في المواضيع ده يعني من فهمي من كلامك اللي عادة نستخدم الإصطلاحات اللاهوتية إنه هذا موقف قضائي أو قانوني أو تشريعي الإنسان أمام الله خاطئ لأنه مكتوب الكتاب حكم ليس ولا بار ولا واحد بار فالله حكم نفس ولا بار الإصطلاحات اللي بيستخدمها أحيانا في العهد القديم كلمة صديق أو طقي أو بار أو كاملا في بعض الشخصيات لكن مش أمام مقياس الله أمام الله الكل خاطئ والكل محتاج للبر يتبرر موقف تشريعي موقف قضائي فأنا خاطئ فالله يحكم علي في البر أو في البراءة والتبرير مش بس يعني مرات إحنا بنقول طب أنا ما سرقتش فعلا ولما بيحكم الحاكم بقول أنت حكمت المحكمة أنك أنت بري بس أنا خاطئ أمام الله فالله حكم علي في البراءة لأنه خاطئ لكن بررني بما معناه في شخص دفع الثمن وأخذ مكاني فالله بينظر لرشا بينظر لنزار من خلال بر يسوع المسيح هذا المفهوم القضائي طبعا وعشان كده إحنا أما نيجي نحط النوعين دول من البر اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس اللي هو المكانة والحالة البر المكاني اللي هو مقامي مقامي في نظر الله لأن أنا ببقى بلا خطية ببقى لبسة يعني رداء البر ثوب الخلاص المسيح واقف في العلاقة اللي ما بيني وما بين الله الله يراني من خلال المسيح فما بيبقاش علي دينون فإذا هذا مقام لكن أنت بتتكلم أيضا أن الكلمة التانية بتتكلم عن بر عملي البر العملي أو السلوكي إيش اللي بتقصد فيه البر السلوكي إيه حالة القدسة العملية يتكلم برضو عليها رسالة روميا وفي يعني الكتاب العاد الجديد كله بيتكلم إزاي إحنا نسلك بالإيمان ويبقى عندنا قدسة عملية وطبعا فيه فرق إن أنا أسلك بالإيمان وأنا أو أسلك سوري ببر أو أطبع يعني أعمال بر دون أن يكون لي غطاء البر الرأسي اللي هو العلاقة بالله يعني ما ينفعش لا يمكن فيه الفكر المسيحي إن إحنا كمسيحيين علشان ربنا يقبل البر الأفقي اللي هو عمل العملي اللي هو أعمال البر بتاعتنا لازم يكون فيه أساسا علاقة رأسية لأن لو مش موجودة العلاقة الرأسية دي تبقى مأساة لأن أي واحد هيبني مثلا مدرسة هيدخل السماء وأي واحد هيبني مستشفى هيدخل السماء فإذن الفقير ما عندوش هاي الفرصة ما عندوش الفرصة إنه هو يكون عنده أعمال البر الواضحة ده هيت لكن طبعا الغني هيقدر إنه هو يعمل أعمال البر وده اللي موجود فيه الإسلام فعلا الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها وهي النقطة المهمة قوي الفرق ما بين الفكر الإسلامي والفكر المسيحي إن البر في الإسلام فضل خير يصنعه الإنسان إحسان إحسان من إنسان لإنسان تقوى فهو بيشتغل بس على الأفقي العلاقة الأفقية مني للأشخاص اللي حوالي لكن البر المسيحي ليه اتجاهين وهجي أقولها مرة تانية البر العمودي اللي هو علاقة الله بيه وأنه هو بررني وغطاني بالدم في وقت ما أنا قبلت المسيح وجيت له توبة قبلت عمله على العود الصليبين أجلي ساعتها هو أخذ مكاني فأنا تبرقت وتبررت يعني إيه أنا خاطئة فأصبحت كأني بلا خطيئة أنا إنسان لأنه آمنت إيمان من خلال الإيمان طبعا وما ينفعش إن أنا غير من خلال الإيمان إن أنا أخذ موضوع البر دعوت طيب فإذن يعني برجع للسؤال الأول فإذن لما إحنا مثلا نقول كخادم أنا بتكلم أنه تصبح مبرر أمام الله فحتما حسب الأوديينس حسب المشاهد والمستمع كيف بيفهم هاي القضية حتى إحنا كمسيحيين يعني كتير مرات إذا ندرس حتى في العصور الوسطى والأخرة إنه الإنسان لازم يقوم بأعمال بحسنات بأمور حتى إيش يأكد على مكان وجوده في السماء لكن إحنا دائما من نادي في موضوع الخلاص بموضوع الخلاص هذه مبادرة إلهية الإنسان مالوش دخل فيها لأن الإنسان مش ممكن يصل حسب أعماله الحسنة أو يعني الإصطلاح المنسمع دائما في الشرق الحسنات يذهبن السيئات لكن على أساس عمل المسيح الكامل أنا قبل ما أدخل في موضوع الحسنات يذهبن السيئات دهيات أنا هقولك كمان إن في كارثة تانية في موضوع التبرير بالإيمان إن فكرة الإيمان أساسا مختلفة في الإسلام على المسيحية يعني مش بس مش بس كلمة التبرير كلمة الإيمان كمان نفس الإيمان لها مدلول مختلف يعني إيمان في المسيحية لها مدلول إيمان في الإسلام دي مدلول تاني أنا هكلم ليه بالإيمان في الإيمان الأول قبل ما أدخل على الحسنات يذهبن السيئات لأن إحنا لو الآية بتقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بس خد بالك بقى لأننا نحن عملهم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها يعني آه إحنا بنؤمن بالنعمة وهي عطية لمن يلا يستحقه وربنا بيدينا بالنعمة الخلاص المجاني يعني العلاقة الخلاص والتبرير بيديهولنا بالإيمان وعطية الله ليس من أعمال دي مش من الأعمال الموضوع الخلاص ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد محدش هيدخل السماء يقول أنا دفعت أو عملت أو سويت فأنا دخل السماء بإمكانياتي لا لو الإنسان هيدخل السماء بإمكانياته يبقى المسيح مات بلا سبب صح لكن وما بيعدش أجرة الخطية موت يعني ما بالزبط وإحنا ندفعها الزيدي أنا بقدر أدفع لشوية حسنات يذهبنا السيئات بتوعي يعني فإحنا كده ما بقاش فكري مسيحي بقى فكري انحرف إلى فكري إسلامي لكن في نفس الوقت الآية كاملة ماينفعش نستقطع حتة ونسيب حتة تانية الآية بتقول لأننا نحن عمله إحنا عمله إحنا عمل الله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله في أعدها فأنا عندي سلوك يعني السلوكي ده بينم على أن في علاقة أساسية العلاقة الأولانية بتينتج عنها سلوك إيه بقى هنا الآية دي بتقول بالإيمان إنكم بنعموا مخلصون بالإيمان وهنا علشان يعني علشان إحنا نفهم الآيات لازم نفهم المصطلحات ولازم أما نيجي كمان نفهم المسلمين لو أخواتنا المسلمين بنقول لهم آيات زي كده مش هيفهموا إحنا نقصد إيه لأن هما عندهم المصطلح مختلف مدلول الكلمة مختلف تماما عندنا في معجم المعاني معجم المعاني الإيمان اللي هو التصديق والإيمان شرعا اللي هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان يعني إيه أنا جبت آية في قرآن بتقول قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإحنا دلوقتي ما جاء التفسير بتاع الآية ده أنا ليه أنا بقولي الحاجة ده عندنا نقول أهل الإيمان إحنا فإذا مفهوم هذه الكلمة بختلف عند الإسلام آه طبعا طبعا فإحنا بنقول التفسير بتاع الآية قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا قال لم يصدقوا لم يصدقوا إيمانهم بأعملهم يعني أنتوا ما آمنتوش لأن إيمانكم ما كانش مرتبط بأعمال يعني إيمانكم ده مش كلامه خلاص فرد الله ذلك عليهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا وأخبارهم من المؤمنين الذين أعملوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولئلك هم الصادقون صدقوا صدقوا على إيمانهم أعملهم بأعملهم فمن قال منهم أنا مؤمن فقد صدق ومن قال أنا مؤمن ولم يفعل هذا فقد انتحل الإيمان بالكلام ولم يعمل فقد كذب وليس صدق يعني إيه بقى يعني الإسلام أقل مرتبة من الإيمان لأن ربنا ما هو قاله إحنا آمنا ربنا قال لهم لا تقولوا لكن قل لم تؤمنوا أنتوا ما أمنتوش ولكن قلوا أسلمنا فالإسلام هو مرتبة أضعف من مرتبة الإيمان أنا ممكن أقول أنا مسلم لكن أنا لو أنا مش بعمل ما أقدرش أقول أن أنا مسلم سوري مؤمن أقدر أقول أن أنا مسلم لازم وانا بعمل أقدر أقول أن أنا مؤمن لو أنا بعمل أقدر أقول أن أنا مؤمن يعني مرات الإصطلاحات حتى كمسيحي فلان يقول أنا مسيحي لكن بحسب الكتاب المسيحي هو المؤمن بيسوع المسيح مش مجرد فكر اسمي لكن في إيمان في تصديق في ثمر في برهان على هذا الإيمان فإحنا نقول مثلا مش بس كتير مسيحيين لكن أتباع أو تلاميذ ليسوع قليلين طبعا لأننا كالمسيحية الوضع فيها مختلف المسيحية هي قبول موت المسيح البديلي يعني هو أخذ الأجر بتاعت الخطيئة بتاعتي أنا فبقى بديل لي أنا على الصليب وقيمته بالإيمان وهذا الإيمان قلبي ينتج عنه سلوك عملي يسمى الحياة بالإيمان يعني لازم إحنا نفهم أن ما فيش حاجة اسمها واحد مسيحي واحد مؤمن لازم المسيحي يكون مؤمن وإلا المسيحي ليش هيبقى مسيحي حتى لو هو مكتوف في باسبوره مسيحي حتى لو هو مكتوف في بطاقته مسيحي حتى لو هو مكتوف في شهادة ميلاده مسيحي المسيحي يساوي المؤمن المسلم لا يساوي المؤمن تتحول مسألة قومية بالضبط بدل ما تكون إيمان أو هويت اللي بتعبر عن شخصيته بالضبط المسلم ممكن ما يبقاش مؤمن لكن المسيحي لو مش مؤمن ما يبقاش مسيحي أصلا وهي ده الفرق في حتة الإيمان الإيمان أنا جبت شوية آيات علشان نقدر أن نفهم حتة الإيمان فعلا فكرة أن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام يعني وضحيها أكتر لإلنا المسيحية المسيحي بيبقى مسيحي لو هو آمن ولا يمكن بموت المسيح بديل الكفاري وقيامته من بين الأموات بالضبط رمي عشرة بتقول رمي عشرة من عدد التسعة عدد عشرة لأنك إعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقوم من الأموات خلصت أن القلب يؤمن به للبر التبرير والفم يعترف به للخلاص فأنا دلوقتي ما ينفعش أن أنا أقول أنا مسيحي من غير ما يبقى عندي ده آية تانية موجودة في كورنسوس الأولى 15 بيقول فأني سلمت إليكم في الأول ما قابلته أنا أيضا المسيح مات من أجل الخطايا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبعدين يقول في عدد 16 لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنا إيماني مبني على أن المسيح صلب ومات وقام لو المسيح ما صلبش ولا مات ولا قام يبقى أنا باطل إيماني أنتم بعد في خطاياكم ما حصل ليش تبرير لو أنا لا أؤمن أن المسيح مات ما حصل ليش تبرير فالموضوع مش موضوع سلوك عملي يعني أنا جايبة ليه إسلاميا لأن الإسلام بيناقش السلوك العملي المؤمن هو من ينفق في سبيل الله إيه أمواله ونفسه ويجاهد فبالتالي هو بيكلم على سلوك مش بيكلم على الإيمان اللي بيطلع منه السلوك يعني الإيمان بيجي في القلب قبل ما يطلع منه السلوك اللي هو العملي اللي من يشوف حياتنا فيه آية كمان فبردو فروميا بتقول لأني لاستو أستحي بإنجل المسيح ليه بقى لأنه هو قوة الله الخلاص لكل من يؤمن اليهودي أولا سمى اليوناني لأنه فيه معلم برى الله بإيمان لإيمان والحتة دي أنا نفسي أقف فيها ثانية واحدة بس كده لأنه مكتوب أما البار فبالإيمان يا حيا هنا بيكلم بإيمان لإيمان أنا لازم أعرف كويس قوي إن بإيمان ده هيب تتكلم على إيماني بإننا مقبول أمام الله طول ما أنا في المسيح لو أنا في المسيح قبلت عمل المسيح الكفاري على عود الصليب فأنا مقبول بإيمان إيمان اللي هو الحياة العملية تقديس العملي البر صمر البر العملي فالحتة دي مهمة جدا 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 أنا ما ينفعش أسلك بإيمان من غير ما يكون عندي الإيمان الذي يبررني أنا شخصيا وهي ده الفرق الشاسع في إيمان المسلم اللي هو بيعتمد على كله على العمال الخيرية وإيمان المسيح اللي بيعتمد إن الله اشتراه إن الله أحبه إن الله تنازل من أجله وإنه هو رفع على عود الصليب من أجل إنه هو يشيل خطايا عنه ولبسه سوب الخلاص ورداء البر الإيمان بعمل الله لكن من ناحية تاني لازم يثبت ويترجم إنه فعلا إنه أنا مؤمن من خلال أعمال الصالحة بالزبط يعني يبقى الإسلام بيقول ما فيش إيمان الخلاص ده مش موجود ده الإصطلاح ده مش موجود إيمان الخلاص ده هو يفضل بخطاياه وبزنوب وكده وإيه علشان كده إحنا هنرجع بقى الموضوع بقى إيه الحسنات والسيئات لأن ده بيعمل 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 تناقض ليه لأن أنا دلوقتي كل السلوك بداي هو سلوك أفقي مع الآخرين ما فيش أي سلوك رأسي مع الله الإيمان يعني ما فيش حاجة بتخليني أنا يبقى في غطاء يخليني أقدر أتعامل مع الله مرة تانية لكن السلوكيات العملية اللي هي بعملها كل يوم في حياتي العملية فالفكرة بتاعت الحسنات والسيئات ده هي مهمة قوي لأن المسلم مش ممكن يعني إحنا ما بنيجي نتكلم على السماء هل إحنا نقدر ندخل السماء بعملنا بس وده اللي عاوز أسأله يعني إحنا مثلا في تعليم واضح بناء على عمل المسيح في وعود لا تتغير ولن تتبدل إنه الرب يسوع وعد بالغفران وعد بالخلاص وعد بالحياة الأبدية وعد بالضمان والتأكيد للحياة الأبدية فإحنا منخش السماء على حساب ما فعلوا يسوع من أجله لكن بالنسبة للمسلم يعني كيف يدخل الجنة يعني كيف بيفوت الجنة هل عنده مثلا في قواعد معينة لازم يأمن فيها المسلم بيدخل الجنة على مبدئين وفي مبدأ متناقض معهم أنا فكرة يعني أنا لو هتلاقي وأنا بتكلم على النقطة هتلاقي فيه نقطتين مهمين مبدأ أن الحسنات يزيبن السيئات وده موجودة في سورة 114 وأن الحسنة بعشرة أمثالها وأن السيئة بمثلها بحسب سورة الأنعام 160 فدول بيكلموا على مواضيع يعني الفكرة بتاعت الحسنة بتوزهب السيئة أو أن الحسنة بعشرة أمثالها وده تحريد غير مباشر على أن الناس تستمر في خطيئها ليه؟ لأنه ممكن أعمل عشر سيئات وعمل حسنة أو أحدات تضيعهم أو خمس تسع سيئات أنه الحسنة بعشرة أمثال يعني يعني أعمل حسنة فيأخذ عشر والسيئة بوحدة فأنا لو عملت تسع سيئات وعملت حسنة هتضيع لي السيئات اللي أنا عملتها عادي جدا فأنا دلوقتي ده تحريد غير مباشر متناقض جدا مع الفكر الكتابي لأنه الرسول يعقوب بقول من حافظ كل النموس وعثر في واحدة فقد صار مجرما في كل بالزبت يعني يعني هو مفهوم القداسة مفهوم قداسة العملية قداسة العملية كلمة القداسة دي أصلا مش موجودة إسلاميا على فكرة يعني بس فإذن بالمناسبة يعني كل فكرة معناته بتختلف يعني اختلاف جذري لأنه شوفي يعني في مثل بالكتاب بالرب يسوع حكى واحد متدين جدا اللي هو من طبقة الفرسيين واحد عشار يعني جاب الضرائب اللي هو كان من بوز مكروه من المجتمع واثنين دخلوا يصلوا في الهيكل الفريس اللي هو متدين كتير راح على الصف الأول في الهيكل وبعدين بلش يصلي اللهم إني أشكرك لستمثل باقي الناس الظلمين الخاطفين الزنا وابتدى أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل مقتنيت يعني ابتدى بيستعرض عضلاته أمام الله وأعماله الحسنة وكل الإمكانيات الموجودة عنده بعدين وين المأساة ولا مثل هذا ولا مثل ذلك العشار أنا أصوم مرتين وهكذا يعني ابتدى يعدد شو الكتاب يقول شو في يعني التدقيق خرج ذاك مبررا على الكلمة المقام يعني حكم عليه الله أنه هذا هو البار مش المتدين دون ذاك دون ذاك لأن الله بيكره المتكبر الله بيكره الشخص المستعلي أمام الله طبعا أنا يعني الفكرة بتاعت الحسنات والسيئات دي طبعا كانت بنسبالنا يعني كمسلمين أن الواحد كان بيحاول أنه يعمل حسنات كتيرة لأنه مش عارف هو عمل سيئات قد إيه وربنا يستر بقى في الآخر وندخل الجنة يعني متروك لرحمة الله طبعا وبعدين مخيف مرعب لأنه في المسيحية شيء واضح في المسيح جاء واتخذ جسد وقدم نفسه كفارة أي واحد في الماضي في الحاضر في المصطبخ الإيمان ده بيكون على أساس ما فعله المسيح مش على أساس ما فعلته أنا الأعمال الصالحة بتاعتي لازم تبرهن أنه أنا فعلا دخلت في المسيح في دائرة المسيح فما في تعليم بالكتاب بيقولك إذا أنت رحت على الحج رحت على الأوتس ولا مكة أو إذا أنت صليت ثلاث مرات ولا خمس مرات مع أنه أصعب بالكتاب بيقول صلوا كل حين صلوا بلا انقطاع معاتش فكرة المكان الزمان معاتش فكرة إذا أنت مارست مثلا صوم طب ما فيه أصوام كتير في الكتاب المقدس يعني أحباءنا الأقباط بصوم 260 يوم في السنة فالفكرة مش بكترة الأصوام ولا بكترة الحسنات ولا بالزيارات لمكة أو الأوتس أو أو هي هاي اللي بتعطيني الحسنة أمام الله أنا بروح على أساس مؤمن بالله بما فعلوا من أجلي وهاي بتيجي تلقائيا لأنه بحبه أنا بروح إلى هذه الأماكن وبصلي وبصوم وبعمل كل هالأشياء طبعا الفكرة اللي حقيقة بتتكلم عنها ده هي حاجة فكر راقي جدا بالنسبة للفكرة التانية اللي بيتكلم على أن الحسنات تذهبن لأنه إذا روحت أنا على الحج مثلا هاي بتغفر لأديش بتغفر لك ما تخدم فالفكرة أنه عاملين مقييس عند الله ما في مقياس أنا وإياك مثلا ممكن أقول أنت أقدس مني أوكي كبشر بس لما نيجي قدام الراب الطبيب اللي بيستخدم أداة يعني الجراحة اللي بيعمل فيها العملية غير عن الماقنة اللي بيستعملها العامل أو الطبق الغسيل أو كده مع أنه بيكون نظيف بس نظافت هذا نسبيا أكتر فوين تم ندرك أنه أنا وصلت لقداسة ومطالب الله أنه ربي فكر في الموضوع بحب نأخذ هيك فاصل قصير وبعدين منرجع نستكم الحديث ومنخد المكالمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً عزائي المشاهدين حديثنا كيف يتبرر الإنسان عند أو قدام الله أنا عاوزك يعني الفكرة اللي أنت بتديدي فيها يعني تحكي عنها وبعدين ممكن نأخذ مكالمة أو اتنين الفكرة اللي هي إزاي أن المسلم بيدخل الجنة المسلم بيدخل الجنة بمبدأ أو المبدأ اللي هو الحسنة بعشرة أمثالها أو الحسنات يذهبن السيئات فكرة تانية وهي الميزان لأنه هو يتحط بقى ده في ميزان الميزان ده هو هيوزن الحسنات وهيوزن السيئات فهنا بيتكلم مثلا في صورة الأعراف كان بيتكلم على الموازين والزين اللي هو في الحسنات والسيئات وكان بيتكلم كمان في صورة المؤمنون على نفس المواضيع ده هيت هوي صورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأموها هوي هما أدرك ما هي نار حامية فهنا الميزان ده هو اللي بتحط فيه آخر أما بيجي ربنا يحاسب المسلمين وبيحط حسناتهم أمام سيئاتهم ويبتدي أنه هو يوزن لكن أنا قلت في أول ما سألتني السؤال ده هوت أنه فيه فكرة نقيدة لهذا الفكرة ليه؟ إيه هي الفكرة ده جاية من آية موجودة في صورة مريم اللي هي وإن منكم إلا وردها كان على ربك حتم المقضية واللي حتى اللي هي كان بيسأله الرسول أنت هتدخل الجنة ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة يعني أنا دلوقتي حتى وإن سقلت موازيني وخلاص بقى حروح على الجنة لو أنا مش ربنا هلازم أرز إلى النار فهذه طبعا فكرة بتدي عدم ضمان للمسلم هو رايح فين لغاية آخر لحظة في عمره فمشانيك بصير الواحد بدي يصوم أكتر وبيدي يعمل حسنات أكتر وبيدي يجاهد أكتر وبيدي يعمل أكتر أنا فكرت أنه بين الفكر المسيحي يعني المسيحي بصوم وعننا مثل ما حكيت بصوم 260 يوم لكن ما في حدا بصوم كحسني لكن منصوم لأنه أنا بحب الرب لأنه أنا بآمن في يسوع المسيح اللي مات على الصليب وقام من الأموات وخلصني فأنا فيه ذكرى فيه إشياء أنا بعملها لأنه بحب الرب وأنا بعمل هالإشياء بهزب نفسي بدرب عشان أخد قوة روحية أكتر عشان الرب يستخدمني بمعجزات الرب يسمع طلب صلاة يعني المواقف تبعت الصوم إلها مواضيع بتختلف عن اللي أنت بتحكي عنها طبعا لأن في حاجة يعني مثلا في حاجة اسمها صدقة الجارية الصدقة الجارية دي بتعملها وطول ما هي شغالة أنت بتلمي سوابات عليها طبعا الفكرة مختلفة تماما في المسيحية بشيء يسمعها صدقة جارية زي البورس يعني بتشتغل تشتغل بقى واحد مات بقى ولا واحد عايش ولا مش عارفة إيه بيفضل الصدقة الجارية دي شغالة وهو بيلمي السوابات عليها وطبعا دي فكرة إسلامية ليس لها مقابل في المسيحية إطلاقا لأن الله مش بيتعامل معنا في حاجة مهمة قوي الحتة دي أنا مهمة مهمة أن احنا نفهمها أنه هو مفيش مش بفايدة الناس من عملي ربنا بيقيم عملي لكن الله بيقيم عملي عن طريق اتجاه قلبي وأنا بعمل هذا العمل لو أنا اتجاه قلبي ميمجد الرب الرب بيعتبر هذا العمل دهب وفضة وإحجارة كريمة لكن لو أنا اتجاه عملي اتجاه القلبي بتاع الأعمال اللي أنا بعملها ده اتجاه غير نقي أمام الله بيعتبره أش وعشب وخشب فبالتالي ملوش أي قيمة خالص مش بحاج متأثيره على الناس لكن بحاج بكيفية أقدم هذا العمل بنية صفية وبقلب نقي أمام الله بالضبط لأنه الله يرى يرى كل شيء بس الفكرة برجع بكرر أنه أنا بعمل هاي الأمور يعني عم بحاول أرضي الله فيها بعدين فكرة المقييس أنا إذا رحت مثلا على الحاج هاي مثلا تغفر لي كده مثلا وقت لكن احنا من روح على القدس مثلا من زور كنيسة القيامة مكان القبر المقدس ومكان قيامة يسوع المسيح ذكرى من تأمل في العمل الرائع اللي الرب يعمله في هالأرض الحروة بروح مثلا على بحيرة طبرية بشوف وين المعجزات بروح على عين كارم بشوف وين يحن المعمدان ولد وين ألي صباط كانت عايشة بروح على الناصر بشوف كيف يوسف كان يشتغل كيف مريم العدراء كانت عايشة بتذكرني لكن مش على أساس أنه تكسبني مقام عند الله لأنه روح تزور طب ما في كتير ناس في العالم بقدرواش يزوروا الأراضي المقدسة طب الناس المعادية مثلا لإسرائيل اليوم نقول ما بيقدروا يروحوا يزور القدس أو الناصر أو هذه الأماكن هدول شو وضعهم للإعراب فالفكرة أنه الله بيشوف القلب فمش مسألة المقيس بين البشر البر هو دائما أمام الله خلينا أخذ مكالمة بعدين نرجع منكمل حديثنا الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال من إنجلترا تفضل لأخت نهال أهلا بيك أسيس نزار أنا بشكرك ربنا جدا وبشكر ربنا على الأخت رشا وفعلا الموضوع بتاع النهاردة ده بيعمل السنارة مش بس للمسلمين لكن للمسيحيين فئة من المسيحيين برضو بيهتموا جدا بالأعمال فأنا بشكركم على كل التوضيح وعايزة أقول جملة مفتاحية جوهرية مهمة أوي في موضوع الخلاص والتبرير بإيمان أم بالأعمال نحن لم نخلص بالأعمال لكن نخلص للأعمال اختلاف حرف الجر مهم جدا هقولها تاني نحن لم نخلص بالأعمال لكن نخلص للأعمال فيريد كل مشاهد يفهم ويدرك تماما أن الخلاص دفع تمنه الرب يسوع وإحنا أعملنا لا تفيد في الخلاص ولا في التبرير لأنها كخرق بالية زي ما رب يسوع قال عنها وهو ما نزلش من على الصليب إلا وقال قد أكمل طب هل ده معناه أن أنا كمسيحية أقبل عمل يسوع بالإيمان وزي ما المثل الفاشل بيقول اتجدد وتمدد كلا كلا وألف كلا الإيمان بيخليني بعد كده أعمل أعمال طريق بالتوبة والقرار بتاعي والأعمال دي للأكليل مش لدخول السماء سؤالي هنا هل أقدر أقول أن الشخص المسلم أو المسيح بالإسم اللي بيعمل أعمال رائعة وحسنة اللي مسؤول الله أن يتفعه ويبركه مبركة أرضية لكن الله غير مسؤول أن يعطيه حياة أبدية لأنه سيمبلي مقبلش عمل يسوع التفاري وبالتالي مازال بخطايا ولم يخلص فياريت لو وفقين على هذه الجملة تقولون رشدة أو نصيحة لهذه النوعية من الناس علشان ربنا يبركها في الأرض وفي السماء كمان وربنا يبرك شكرا كتير أخت نهال صريع يعني واحدة من التلاميذ أو التلميذات طبثة اللي أقامها الرسول بطرس باسم الرب يسوع كانت بتعمل مشهود إلها بالأعمال الحسنة الكثيرة واحد اسمه كرنيليوس كان قائد مئة يعني موجود في منطقة قصارية مراتيمة على البحر الأبيض المتوسط اللي هي كانت المركز للرومان هناك استدعى بطرس لما كان في يافا هذا شخص أممي وفعلا مكتوب أنه كان طقي وبيصنع صدقات وحسنات وبصوم فالله شاف قلبه مرة تانية في منطقة فليبي في أعمال هاي كانت في أعمال عشرة في أعمال ستة عش واحد يقسمها ليديا بقعت الأرجوان كانت متعبدة لله أكتر من هيك متعبدة لله لكن الرب فتح قلب لديا لتصغي ما كان يقوله بولوس الرسول آمنت واعتمدت هي وكل أهل بيتها شوفي أخت نهال إحنا بالعكس الناس اللي بتعمل حسنات وبتبارك الناس بتبني مستشفيات وبتعمل وفي ناس صدقين بتعمل بالخفاء الرب شايف كل صغيري وكبيري وأنا بترك كل الأمر هذا الرب ما بدين أي إنسان لكن فعلا أنا بنادي في الشيء اللي الله بطالبني وبعلمني إنه أتكلم عن التبرير والكتاب بيحكم ليس ولا بار يعني ما فيش ولا واحد إذ الجميع أخطأوا واعوازهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالله حكم على الإنسان هو خاطئ أجرة الخطية هي موت بعدين أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا نرجع على أساس ما فعله المسيح مش أنا شو عملت بس تعرض عضلاتي قدام الرب أكيد مفهوم بالنسبة لإلك أخت رشا فضلي اللي هي قالته هي هو عكس تماما اللي بينادي بيهي الإسلام وحب أقول بس حديث صغير كدهوات قبل ما ناخد المكالمة اللي بعد كده بيقول إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كلام دهوات بيفيد الميت في الإسلام بيفيد الميت صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وحديث ثاني بيكلم على حفر بئر أو غرس نخلا أو من بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو علم علما أو ترك ولدا أن يستغفر له برضو بيكلم على واحد مات إحنا الفكرة بالنسبة لنا إن الإنسان اللي بياخد الأكاليل اللي هي نتيجة أعماله اللي بيكلم مكافآت مكافآت نتيجة أعماله بيكلم عنها رسول بولس في رسالته إلى كورونسوس في حتة مهمة جدا 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 بيقول فأنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه الذي هو يسوع المسيح مسيح هو الأساس لو ما فيش مسيح ما فيش أعمال لو ما فيش المسيح يبقى أنا أعمالي كلها زي اللي تها بالزبط ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا وعجبا وقشان فكل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وسيمتحن سيمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقى عمل أحد قد بناء فعليه سيأخذ أجرى اللي هي إكليل وإن احترق عمل أحد فسيخسر أما هو أما هو فسيخلص ولكن كما بنار يعني هنا هو البر الأفق الرأسي ما بيتغيرش البر الأفقي بيبقى عليه إما أكلين إما ما فيش عليه حاجة يعني ممكن أبقى دخل السماء كما بنار ليه لأن أنا آه بعمل أعمال بر لكن أنا قلبي من جوه عايزة الزيت وعايزة الأنا وعايزة الناس تمجدني أنا مش عايزة الناس تمجد ربنا وبعمل حاجة في الخفاء ومن ناحية تاني لما تسمع مثلا الشخص اللي بموت في الجهاد مثلا في سبيل بتلاقي اصطلحات دائما نسمعها مثلا بيشفع في سبيعين شخص وإلى آخرة ما فيش هاي الشيء في المسيحية في المسيح أنا لدينا شفيع واحد الحقيقة بيشفع لدينا في السماء وأنا بحترم كل الطوايف وكل الناس اللي بتؤمن باختلاف الإيمان بتاعهم لكن أنا أنا أؤمن أننا اللي دخلني السماء هي شفاعة المسيح يسوء لكن يتكلم عن شفاعات تاني ما ينفعش في الإسلام الإسلام الراجل اللي بيقتل في سبيل الله بيشفع لأهله عشان دخلهم الجنة عشان يدخلهم الجنة أيوة أنا يقابلوا المسيح فإني الفكرة أنت عم بتهين الله يعني إذا أهلي أنا سبعين شخص من أهلي خطاة وزناة وقتلوا ومتمردين ولصوص ولا كده فأنا بدخلهم السماء طب وإلى الله يعني شو نوع الله اللي أنا بحكي عنه طبع يعني هون بنرجع لموضوع الإسطلحات الله بيختلف الإيمان بيختلف النعمة بتختلف كلمة الرحمة بتختلف البر بيختلف البر بيختلف يعني مستخدم إسطلحات لكن كل واحد بيفهم يعني وأنا بتكلم بمحب على فكرة فأنا عشان نصل لحل يعني عشان نصل لجواب أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا لو إحنا إسلاميا هما بيؤمنوا إن التوبة وحدها تبرق الخاطئ يعني الإنسان مش إحنا كتير نقول لهم على أساس نيجي نكلمهم نقول لهم المسيح غفر لكم خطياكم على الصليب علشان أنت تقدر أنك إنت تكون لك علاقة مرة تانية مع الله يقول لك طب أنا إيه لازمته إن أنا أروح أقبل المسيح والمسيح اللي ييجي طب أنا أتوب كده ربنا وربنا يغفري على طول أنا عايز أقول أنا سرقت ألف دولار وبعدين باش بقول طب يلا أنا مسامحك طب ما فيه تعويض ولا لا لا فيه حتة مهمة قوي إسلاميا فيه في آية الآية ده هي بتتكلم على الجنة وبتتكلم على طرد آدم من الجنة فهنا بيقول مش هاعد أقرف مش هاعد أقرف الآية اللي هي من أول واسوة سلام الشيطان اللي يبدي لهم 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 بعدين بيكلم وورع عنهما من سوقاتهما وقال لهم ما نعاكم ربك معانا هذه الشجرة إلا أن تكونهم ولكن إلى آخر هذه الآية الآية بتقول هنا هو في مثلا عدد 23 بيقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين يعني هما تابوا ها هما تابوا آدم وحاوة تابوا لكن في نفس الوقت عدد 24 بيقول قال هبطوا بعدكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني هو طردهم من الجنة برضو يعني التوبة ما نفعتش آدم وبعدين برضو يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يواري سواءاتكم وريشا ولباس التقوى يعني كمان لبسهم لباس اسمه لباس التقوى وريش فأنا يعني دار العيوب بتاعتهم والعري بتاعتهم مقدس يعني هنا أصلا ما نفعوش ما نفعش آدم لا عكس الكتاب يعني بمسألة الزبيحة هاي الفكرة لأنه هم يبروا يعني يغطوا أنفسهم بأوراق التين لو التوبة تبر الخاطئ ليه آدم اترد من الجنة لو التوبة بتبر المزنب وربنا بيسمحوا ليه ربنا طرد آدم من الجنة في الآيات دهية دهية نفوت في لب الصميم فكيف يتبرر الإنسان قدام الله أتبرر قدام الله لازم أنا أفهم أننا أنا إنسان زي ما قال أشياء قد صرنا كلنا كنجز وكسوب نعد كل أعمال برنا لازم نفهم أن لو جينا نقدم لربنا أعمال بر بدون أن يكون لنا علاقة أصلا بي تليق بقدسته تليق بأنه قدوس أي منزه من الخطأ لا يفعل الخطأ لا يخطئ لا يوجد فيه خطأ فبيعتبره الثوب نجاسي يعني حتى البر اللي فينا أنا لازم علشان أرجع إلى حضرة الله حضرة الله مرة تانية إننا يبقى لي علاقة زي ما كان آدم كان عنده علاقة وربنا ترد وبعد ما أخطأ طيب دلوقتي ده إسلاميا طيب أنا دلوقتي عشان أرجع يبقى لي علاقة بربنا لازم يكون في حد بيجي يعمل هذه العلاقة وأنا أستخبى فيه فاللي عمل هذه العلاقة موت المسيح الكفاري لأن أجرت الخطأ موت وعلشان كده أنا ما بستخبى فيه الله يراني مبررة فأقدر أكون في محضر القدوس وعلشان كده هو منفعش يبقى فيه واحد قاعد بحسنات يذهبنا السيئات وقاعد بالحسنة بعشرة أمثلها قاعد في محضر الله وقال ليه أساسا ربنا طرد آدم من الجنة كان يسيب آدم في الجنة بقى يقول له خلاص أعملك شوية حسنات وحيذهبنا السيئة التي صنعتها لكنه طردوا من الجنة ودي علامة استفهام كيف طرد الله آدم من الجنة ولا تعتقد أن الله سيتردك أنت كمان من الجنة في يوم اللي أنت هتكون وقف قدامه لأنك أنت بالسيئات بتاعتك بالخطايا بتاعتك لا يمكن أن يكون لك مكان أمام الله القدوس الله قدوس لا يوجد فيه خطية ولابد أنك أنت تبرر يعني تغطى والسماء لا يدخلها شيء نجس بالضبط بعينها أطهر من أنتظر الشر لازم أتغطى ببر المسيح أتغطى بالمسيح الذي هو بلا لوم بلا خطية الكامل فأنا أبقى بخطيتي كأني بلا خطية كأني بلا لوم فأقدر أتنقل تاني إلى محضر الله القدوس وسلوكي العملي يشهد عن هذا بيشهد عن هذا أنه أنا فعلا مؤمن بالمسيح يسوع فإذا أنا محتاج أتوب أمام الرب والتوب هي تغيير الفكر وبغير الاتجاه الحياة أنا كنت وصرت ولازم يكون عند الإيمان الإيمان هو التصديق والثقة في عمل الله الكامل واتذكرت الآية لأنه كان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم لازم يكون فيه يعني اعتراف علني جهاري أنه أنا مؤمن بيسوع المسيح كلمة أخيرة كلمة أخيرة أحب أوجه رسالة لكل الناس اللي سمعونا النهاردة كتير ناس بيبقى عندهم مشكلة في حتة الإيمان بال الإيمان ولا الأعمال أنا عايز أقول أن إيماني بالله بيجعلني خليقة جديدة أنا النهاردة بقدم رسالة لكل واحد سمعنا أن إيمانك بالله بيجعلك خليقة جديدة تسلك بهذا الإيمان الذي ولد في قلبك كل واحد مسلم أحب أقوله أن ده مش موجود ولا يمكن هتكون موجود قدام الله علشان كده أنا يعني بقدم ليك النهاردة المبادرة أنك أنت تيجي وتقول للربنا يا رب من فضلك يا رب يا رب من فضلك تعال يا رب خلي قلبي يؤمن بيك يا رب أنا نفسي أن أكون لي علاقة تانية مرة جديدة معاك عايز أكون موجود في العلاقة الحقيقية معاك إلى أبد الأبدين قل له وهو هيوريك الطريق هو هيظهر لك أن المسيح هو الذي افتداك المسيح هو الذي بررك المسيح هو الذي يحبك شكرا كلمة صغيرة بس قوية جدا لمست قلب الله ارحمني أنا الخاطئ شو رايك تقولها إسا أنت بينك وبين الرب قلوه يا رب ارحمني أنا الخاطئ اقبلني والرب وعد كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا صلي اطلب الرب على فكرة منحب نسمع منك الرب يباركك